زيكم عاملين ايه؟ كله تمام بص العالمين الجديدة دي انا اراها حدوتة لا يجب ان تنتهي ابدا لانه هي فعلا مش هزار هي فيها كل المقومات اللازمة لمدينة عالمية مدينة تبقى موجودة على خريطة السياحة الدولية بكل انواع السياحة سياحة مؤتمرات سياحة رياضية سياحة الترفيه سياحة شاطئية لحد يعني حد ثوالة حرج بالاضافة لانها مدينة بكل ما تحمله السياحة الرياضية طبعا مدينة بتحمل كل ما تحتاجه اي مدينة يعني المدارس الجامعات المؤسسات الاماكن بتاعت المعيشة المتاجر الخدمات المأمكان الادارية اي حاجة ممكن تيجي على بالك يا موجودة في العالمين وموجودة بالمعيار العالمي العالمين دي ممكن تبقى موناكو الشرق الاوسط العالمين دي ممكن تبقى كان الشرق الاوسط العالمين دي ممكن تبقى احلى من كل دول بالمناسبة لانه فعلا ودون اي موقع دي بقى هبت ربنا محدش عنده المية والشواطئ والبحر ده او الرملة دي غير عندنا هتيجي تقولي بس هناك الكتير من المدنة المطلعة المتوسط تقولك صح بس مش بالحالة ولا عندي دي هبت ربنا سبحانه وتعالى لم تكن مستغلة استغلناها واحنا بنستغلها فقولنا بنفكر اكتر بده اجتهد في التفكير بنشغل مخنا جدا فنعمل ايه طيب تعالى بقى نعمل مهرجان كبير عظيم اسمه مهرجان العالمين الجديدة اللي من قلبي بتمنى ان المهرجان ده مش بس ينجح وينجح النجاح الفائق فيصبح واحد من اهم المهرجانات اللي معروفة في حض المتوسط تبقى انت موجود على الخريطة بتاعة العالم كوجهة ومقصد مش بقى بس للسياحة او تيجي تعيش وتستقر هنا خلي بالك انت بتتكلم على بلد حتى المصانع والشركات والبيزنس موجود طيب تعالى بقى نرجع على مهرجان العالمين نفسه مهرجان العالمين الجديدة عملوا مؤتمر صحفي النهاردة للاعلان عن انطلاق الموسم الصيفي عشرين تلاتة وعشرين يا سلام سلم على مصر اقولك انا عارف لما بتبقى بدأت تلعب رياضة ولعبت الرياضة بتاعتك مظبوط وماشي بالمظبوط وتمارينك صح واكلك صح وحاجة عظمة على عظمة بتلاقي نفسك ايه حابب كل ما هو متعلق بالنتائج الرياضة دي وتلاقي نفسك حابب نفسك وحابب بيتنزل تجيب لبسة حلوة وحابب انك انت كده تبقى واقف ومستعرض جسمك الرياضي القوي الى اخره ده اللي عملته العالمين تعالى بقى افرجك على نفسي دي العالمين تعالى فرجك على مصر لما تقرر تعمل مهرجان ترفيهي زي المهرجانات العالمية الكبيرة واظن هيبقى احسن ليه اظنها هيبقى احسن لا دي نقولك عندي يقين يبقى احسن هو احنا لما جينا عملنا موكب المميوات وقلنا قبلها احنا هنعمل شيء عالمي وكبير طلعنا اقل من اي شيء عالمي لا ده احنا طلعنا احلى والعالم اللي قال كده العالم اتخض من موكب المميوات ما كانش متصور ان مصر تعمل كل ده ما كانش متصور ان مصر تعمل حاجة بالنظام ده بالروعة دي بالجمال ده مش بس المميوات والتوابيت اللي كانت بتنقل من المتحف المصري اللي انت خانا في مدان التحرير لمتحف الحضارة في عين الصيرة لا 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 الحاجة طول عمرها كانت موجودة عندنا انت لعبتها صح اصبح عندك تقريبا كانوا كانوا ميجي 120 ولا 130 مؤقناء دولية وكالة اخبارية قاعدة عمالة بتتفرج صح طيب ده عملوها مرة رحنا عاملين تاني طريق الكباش طيب ده عملوها مرتين تعال بقى وليك انا نمرة ثلاثة بعمل ايه انا لعبت اللعبة بتاعتي في السياحة وفي القصار وفي التاريخ وفرجت العالم انا مين والعالم اثنى على كل اللي انت عملته تعال فرجك بقى على المهرجانات الترفيهية الكبرى المهرجانات اللي هتخلي العالم كله يتكلم نيو عالمين فاستيفل تونتي تونتي تري خطة وضحة مستمرة اخد بالك من كلمة مستمرة للترويج السياحي تعزيز الاستثمار في الانشطة الثقافية والترفيهية والرياضية الفاعليات بقى الوقائع الاستثنائية اللي هتحصل في العالمين الجديدة والاول مرة في مصر وانا بقولك ده هيبقى باذن الله بدءا من يوم الخميس كده من يوم الخميس كده من يوم الخميس ده هيبقى اكبر مهرجان ترفيهي عرف المتوسط والشرق الاوسط مش الشرق الاوسط بس بلو المتوسط احنا هنشوف من يوم 13 يوليو ل 26 اغسطس حدوتة اسمها العالم عالمين الله وبردو اللي نقى هذا الشعار او اللي نقى هذا سلوجن مخ بصراحة مخ العالم عالمين العالم كله في العالمين الدنيا في العالمين عايز تتفرج على بطولة العالم بتاع كورتليات اهلا وسهلا عايز تتفرج على مواكب السيارات الفاخرة الفارهة اهلا وسهلا عايز تتفرج على ترايثن اهلا وسهلا عايز تشوف حفلات الابرز واكبر واهم نجوم الفن والغناء اهلا وسهلا العب مائية على رأي عمر يا حب الالعب المائية الدنيا اهلا وسهلا مش بس كده خلي بالك انه حتى بعد السياحة الثقافية موجود ده انت العالمين المعروفة عالميا من ايام الحرب العالمية التانية انت العالمين اللي كانت الناس بتيجي اهالي ومش بس اهالي اه الناس ضحايا هذه الحرب اللي موجودين عندنا في المقابر المختلفة الايطالي والالماني ومقابر الحلفاء الاخ 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 فانت عندك كل حاجة دي حاجة متكاملة اسم العالمين لوحده اسمه معروف ودولي ورائج ومعروف في الدنيا كلها فانت رحت جايب الاسم وبعدين الهبة بتاعت ربنا الجو والرملة والبحر والحاجات الجميلة وروحت واخت كل ده واستثمرته استثمار عظيم بكل اللي انت شايفه ده كل ده وبعد كده رحت جاي واخد الخطوة التانية اللي هي ايه مهرجان العالمين الجديدة واللي هيتعامل في منطقة اسمها كده نورث سكوير او المربع الشمالي او الميدان الشمالي تحديدا في مدينة العالمين الجديدة اشتركوا في القناة